بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نتكلم على الجول بلادر what is the function of the goal blader it stores just store the excess pile يبقى من اللي بيفرز البايل الليفر طب ال excess pile بيتخزن فين يعني زيادة من البايل لو صار الصفر ولا محتاج الجسم بتتخزن فيه الجول بلادر وبالتالي قولك ال liver produce البايل حوالي 1 لتر per day and store the excess of the in the liver in the goal blader طيب ال goal blader تعمل ايه لما تبقى مخزنة جواها البايل اللي هو water resolution السائل كده منائي تعمل له عملية concentrate يعني معنى انه هو بيتركز يعني ايه ما تر يبقى مادة لازجة نتكلم على النوت التانية همه جدا what is the function of the بايل بايل has no enzymes ما فيش فيها انزيمات لكنها بتعمل العمل مهم جدا ويساعد في عملية of fats العملية دي بسموها اللي هي عملية الاستحلاب يعني يبقى انت عندك كلمنا عنه قبل كده في وفي المستحلة بنفسك طيب احنا قلنا زي زي وكلام ده كلها عبارة عن تعتبر على ان فيه جزء محب للماء وجزء كاره للماء وجزء كاره للماء بيهرب للداخل والمحب للماء بيتجه للخارج face outward toward the water البايل بقى emulsifies الفات يبقى هو دور البايل انها تعمل عملية emulsification أو the fats يعني تعمل استحلاب للدهون and allow the fats to mix with water so it breaks الفات تكسر لك الكرة الكبيرة كده من الفات into smaller fat droplets القطيرات صغيرة من الفات is there for lipase to digest is there for lipase to digest يعني سهل جدا على الانزيم lipase ان يكسر بقى القرات الصغيرة دي ويحاولها لك الى fatty acid ويهمونو جلسرائل البايل داكت احنا قلنا اللي هي خارج عبارة عن ايه البايل داكت اللي هي كومن بايل داكت قلت لك عليها بكده اللي هي عبارة عن cystic duct جاية منين جاية من جول بلادر والكومن هباتيك داكت اللي هو عبارة عن قناتين اللي جائين من الايه الكل اللي فصة من الفصوص الكابد بيتحدوا مع بعض كده مع القناة اللي جائعة من جول بلادر ويديك القناة اللي بسموها الكمن بايل داكت الكمن بايل داكت دي تجمع البايل from the gulbladder and طبعا الليبر to the deuterium that aid in the fat داكت جوشان رفساد في عملية الفات والحقيقة طبعا نما تيجي البسط هنا هتلاقي ان دا اللي هو عبارة عن صد المتسم طوروكوليت و اللي صد المتسم غلاكوكوليت ودول عندهم بولار ونان بولار ريجون الزب انت شايف جزء الأخضر دا اللي هو بيرتبط به الفات اللي هو escape from the water والجزء البولر هو الفيس اوتسايد وبالتالي يبقى كده فتت القطعة الكبيرة من الدهن كده فتتها لأجزاء صغيرة that able to suspend in the water and mix in the water اللي هي حصوات المرارة طبعا سببها أملاح صفراء زي اللي بتكون من الكوليسترول this can be rather hard ممكن تبقى صلبة جدا and will irritate the duct تبعمل زي الصخرة صغيرة شوكة كلا صغيرة تعد تعمل عملية irritation تهييق للقناة وتقطع في قناة وهي نزلة من اللي هي التهاب المرارة أو inflammation of the goal بلدر التهاب الحوصلة الصفراء طيب لو تحولت الجولستون دي كيتعبارها عن إيه كانت أول لما يحصل عملية تصلب لإيه احنا قلنا أن البايل بتعمل عملية concentrate الجول بلدر السوري بتعمل عملية concentration للبيل تركز لك البايل تمتص منها المية تبقى ميوكس في الأول وبعد كده تتحول تبقى كريستل زبلورات as formed as بايل become concentrated يعني كلما البايل بقى أكثر تركيزا forming الستون تتحول بعد كده تبقى استون طيب لو عندك لوعة استون كبيرة كبيرة تعمل تعمل بلوك للبيل داكت وبالتالي تعمل انسداد في المقرى الصفراوي وبتعمل كوز الوبستركتف جواندنس لو مرض اليرقان أو انسداد المقرى الصفراوي and this can cause high frequency وده دايما عشان تفتتها ممكن انت تستخدم high frequency sound waves يعني المقات الصوتية العالية التردد أو الكيميكال to dissolve the stone may require to surgery وطبعا ممكن لو حصل حاجة تبقى كبيرة شوية تحتاج لقراحة and to remove the gall bludder انك تشيل الحصرا الصفراوي والمرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته